مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعضك صار وصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وأول شيء لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واليوم حبيب الله وكما يعرف أن شهر رمضان هو الشهر يجب علينا صراحة أن نجتهد ونجد فيه يعني لقراءة القرآن والصلاة في وقتها وفي جماعة وأيضا الكثير من الأشياء يعني الكثير من الأشياء الدينية المهمة التي يجب علينا حقا أن نجتهد فيها في شهر رمضان والله يوفقنا إن شاء الله على فعل الخير والله يوفق والله موفقنا لما يحب ويرده ومعنا اليوم صراحة أحببت أن أشارك معكم هذا التطبيق الرائع يعني تطبيق سينفعك كثيرا فيه كل الأشياء وصراحة يجب عليك حقا أن يكون في جهازك ليس في رمضان فقط بل في باقي الشهور للسنة من أجل أن تستفيدوا من هذا التطبيق الرائع فلكلا نطيل عليكم أحبيف الله فيالله بينا لنستعرض لكم هذا التطبيق الرائع فكما سراحدون معنا أحبيف الله هذا هو التطبيق الذي قلت لكم صراحة من بين أفضل التطبيقات عفواً التي يمكنكم تجربتها صراحة فهذا التطبيق فيه فيه الكثير والكثير من المزايا مثلا أول مرة عندما تدخل لهذا التطبيق يقومون بإعطائك تحديد تلقاء للمكان الذي تقع فيه من أجل توقيت الصلاة فكما تلاحظون انظروا معنا أنا أعطوني بالضبط المكان الذي فيه أوقات الصلاوات فكما تلاحظون الصلاة الصبح والدهر وأيضا العصر وصلاة المغرب والعيشاء فكما تلاحظون فصراحة تطبيق رائع جدا هذا هو الموقع الخاص يعني أيضا فيه الكثير والكثير من الأشياء مثلا يمكنك أن تقوم بمعرفة القبلة مثلا إذا كنت بعيد عن المنزل الخاص بك ولا تعرف القبلة الخاصة بمكان آخر فيمكنك الاستعانة بهذا التطبيق يقوم بإعطائك القبلة بشكل محدد فكما تلاحظون تلاحظون معنا ها هي حقيقية القبلة لدينا نحن هي هذه القبلة على هذا الشكل الذي فيه الهاتف نعم هذا هو على هذا الشكل يعني هي الصحيحة فصراحة التطبيق التطبيق رائع رائع حبيف لا والله رائع هناك أدعية مثلا كنت خارج مثلا أنت في سيارة أجرى تركب وعوض أن تقوم بصمت أو تتحدث مع أشخاص آخرين في أمور أخرى فمثلا تقوم باختيار هذا الدعاء انظروا معنا دعاء الركوب دعاء الصفر دعاء دخول القرية أو البلدة فصراحة الصلاة أيضا أدعية الصلاة مثلا أذكار الوضوء وكل هذا الشيء الفرح والضيق نعم أدعية المنزل وصراحة التطبيق رائع الطبيعة مثلا دعاء الريح دعاء الرعد التأمل في خلق الله فالكثير والكثير من الأشياء في هذا التطبيق الرائع هناك أيضا التسبيح فكما تلاحظون تقوم بالتسبيح مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا تقوم بـ 33 فصراحة التطبيق كما قلت لكم يعني غني غني عن التعريف هناك القرآن الكريم أيضا حبيب إفلاه فيه القرآن الكريم انظروا معنا صورة البقرة مثلا عندما ندخل إليها انظروا معنا هاي صورة البقرة فالإفلا ميم أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإفلا ميم ذلك الكتاب والريب فيه هدى للمتقين فصدق الله العظيم أحبيب الله فصراحة أحبيب الله التطبيق يعني رائع جدا فيه الكثير والكثير من الأشياء فيه القرآن القبلة الأذكار توقيت الصلاة أيضا يقوم بالأدان في أوقات الصلاة هنا مثلا يمكنك الاستفادة في بعض البت المباشر مثلا قراء فكما تلاحظون كإسلام صبحي وبعض الدعاة فكما تلاحظون الاستفادة أو من شيء ما تريد الاستفادة من هناك نقاط مثلا يمكنك جمع بعض النقاط لتربح هدايا وهنا أيضا الإعدادات الخاصة بالتطبيق فصراحة أحبيب الله التطبيق رائع هناك الأذكار فكما تلاحظون يعني كل الأشياء الرائعة ستجدون في هذا التطبيق الذي نتمنى صراحة أن ينال إعجابكم وكان هذا هو المقطع الخاص من أحبيب الله نتمنى أن يكون قد أفادكم وقد أعجبكم ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته